رجعنا لكم من اليديد لجنة شؤون المرأة في جمعية المحامين لها دور مهم في مطالبة بحقوق المرأة الكويتية ومتابعة قضاياها وقد يبدو من عنوانها أنها تقتصر فقط بعضويتها على حسب كونهم الأقل قدراً عن البحث عن قضاياهم لكنها تشمل أكيد للجميع فالرحب اليوم معكم مشاهدينا بضيفنا المحامي مجبل الشريكة أحد الداعمين للمرأة وحقوقها صباح عليك بالخير صباح النور والسرور حياتي الله أستاذ حياك الله ونورتنا من يديد وشكراً لكم على الاستضافة وأحييكم وأحيي لجميع العاملين في تلفزيون المجلس وأحيي مشاهدين تلفزيون المجلس وشكراً مرة أخرى على الاستضافة حياك الله يعني اليوم اللي بتكلم عن المرأة وحقوقها وكل الهموم والقضايا اللي ممكن تمر عليكم أنتوا أكيد كمختصين في هذا المجال لكن شنو أهمية الدور اللي تلعبه فعلاً لجنة المرأة أنها تقدر المرأة تحصل على حقوقها أولاً إحنا في جميع المهامين شكلنا اللجان ومنها لجنة المرأة وأنا يعني نائب رئيس هذه اللجنة طبعاً إحنا اليوم كجهة قانونية رسمية نحرص على أن نتابع القوانين التي تخص المرأة سواء كانت التي تحتاج منها التعديل أو التنفيذ وتطبيق هذه القوانين فدائماً إحنا نتابع المستجدات اللي على الساحة فيما يخص المرأة وحقوقها وطبعاً إحنا لا نخرج عن طور القانوني لهذه الحقوق وعدم مخالفة القوانين التي تتعلق في حقوق المرأة لكن الآن اللي يشد انتباهي بصراحة أستاذ مجبل أنه هو يمكن من العنوان إحنا نفترض أو على طول تلقى أي نقول أكيد كل الأعضاء أو اللي ينضموا لهذه اللجنة يكونوا من النساء لكن حضرتك يعني انضميت وأنت أرد موجود معهم سبب انضمامك لهذه أنا وشي أتشرف في انضمامي لهذه اللجنة شيء ثاني أنا راح أكون معك صريحة هو سبب بين أثنين اللي دعاني أنا أنضم لهذه اللجنة الكريمة السبب الأول وبكل صراحة كنت في بالي أني أقف ضد أي قرار يكون مخالف للقانون أو للشر فوجدت أمانة أعضاء مجلس إدارة جميع المهامين وأعضاء هذه اللجنة الكريمة كلهم أشدوا حرصا مني على أسلمة القوانين والمحافظة عليها السبب الثاني ومن خلال مزاولة لمهنة المهامة وما أرى في أرواق المحاكم من مشاكل تتعلق في المرأة فمرات أشوف حقيقة أمهات يعني تقطعت بهم السبون يعني بعد عشرة عمر زواج يحصل خلاف بينها وبين الزوج فتطلق فتضيح هذه الأم في يعني المشاكل الاجتماعية منها عدم وجود أو توفر السكن فقلت في نفسي أني أنا أنضم لهذه اللجنة فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقني أني أنا أقدم شيء يفيد هذه المرأة بعد ما أن تحصل أو يتم لها هذه المشاكل إن شاء الله هل هذه أبرز القضايا التي أنت تدعمها سيد بجبل أن تحرصك على أنها لا يضيع حقوق المرأة نعم 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 نحنا طالع مرحل اليوم نحنا اليوم كجهة رسمية قانونية ونحن أولى في القوانين يعني أحرص على تطبيق القوانين أو تقديم القوانين التي أنا أراها أو بشكل عام تصب لصالح المرأة بما لا يخالف الدستور والغانون يعني اليوم من البعض يسمع كلمة حقوق سواء لجان أو جمعيات يعني شبه منعدم الثقة في هذه اللجان والسبب يعود إلى أن في بعض الناس يطلع وينص بنفسه أنه هو ناشط في هذا المجال فيبتد يطلب مطالبات تحت ذريعة الحريات أو الحقوق هي أصلا مخالفة للقانون فإحنا دائما نحرص وإحنا كل الحرص إننا لا نخالف القانون ولا نخالف التشريعات وإن كان نراها أنها تصب في صالح المرأة هل مهم بوجهة نظرك أستاذ مجبل أن نرى الرجل يدعم قضايا المرأة ويساندها ويوقف معها؟ ما ندعمها؟ المرأة أمنا وأختنا وابتنا وزوجاتنا ما ندعمها؟ يعني في بعض الأمور تحتاج أننا ندعمها يعني في بعض الناس يقول لك المرأة شنو بقيت ما أخذت بصراحة يعني لكن لما إحنا مثل ما قلت لك إحنا أكثر الناس قربا للمرأة من ناحية القانونية نشوف أننا في بعض الأمور منقوصة صراحة لهذه المرأة اللجنة هذه كثير صالة لها موجودة؟ هي قديمة لكن نحن كل انتخابات مجلس إدارة يتم تشكيل لجنة جديدة في هذا الموضوع وإن كان فيه أعمال سابقة فتستثنى وتستمر في تنفيذ هذه الأعمال أبرز القضايا أو الإنجازات التي حققتها خلال الفترة التي نوجد فيها في هذه اللجنة نحن اللجنة الجديدة مثل ما أنت عارف الانتخابات كانت في شارح داعش تقريبا لليفات لكن قدرنا أن نحقق إنجازات منها سلام شاء الله أنه تم عمل ورش عمل وندوات لصالح المرأة وتم تكريم بعض رواد العمل النسائي في دولة الكويت الحبيبة وقدمنا مقترحات ونحن طبعا كل ورشة عمل نطلع في توصيات ومقترحات نحن بدورنا كأعضاء لجنة المرأة نأخذ هذه المقترحات وهذه هي التوصيات ونطابقها بالقانون يعني في بعض الأمور تخالف القانون نحن لا نستطيع أن نخالفها ولكن إذا رأينا أنها فعلا في حاجة إلى أن يسن أو يشرع هذه التوصيات فنقدمها بدورنا إلى إعضاء مجلس الأمة عن طريق إعضاء مجلس إدارة جميع المهامين هل في وجهة نظرك أستاذ مجبل بعض القوانين مثلا أو الحقوق التي ترون أنه يجب أن تفع الأكثر في هذا الوقت الحين المرأة محتاجة هذا القانون أن يسن أن يكون فعال قانون الإسكان هذا الأبرز عندكم في الأجندة؟ هذا الأبرز عندنا لأنه صراحة أهم شيء وهو أهم شيء وهو فيه آخر قانون صدر فيما يتعلق بالرعاية السكنية لكن مشكلتها التنفيذ بصراحة يعني أعطيك على سبيل المثال بعض الشروط التي خولت المرأة أنها تقدم أو تحصل على الرعاية السكنية أو قرض الإسكان شبه تعجيزية على سبيل المثال يجب أن يكون لديها أبناء وأن لا يكون سبغ لأحدهم الزواج يعني أذكر لك واقعة أنا بالمناسبة كنت أمس في بنك الإعتمان وأحييهم والله أعطيهم العافية فشفت بعض اللوائح في اللائحة بعض الشروط يعني شبه متناقضة هو إحنا كل الإحترام متقدير لكن إحنا من وجه قانوني نشوف أن هذا يعني يحتاج تعديل مثلا يقول لش المرأة الكويتية التي عندها أبناء يجب أن لا يكون سبغ لهم الزواج يعني ما تكون متزوجة عيالها أحد من عيالها متزوج متزوج أو مطلق الحالة القريبة أن في واحدة بنتها يعني تزوجت وتطلقت قبل الدخول يعني بالملشة تطلقت طبقوا عليها اللائحة زين شنو الذنب وإذا أخذنا إحنا في هذه الشروط اليوم عطينا واحدة ولدها مو متزوج طيب بعد سنة سنتين بيتزوج أي هنه شنون وين ماكو شيء نفس الشيء يعني أنت ما سمويت نفس الشيء بأي حالة تقصد يعني هي راح تأخذ البيت زين بعد سنة سنتين الولد تزوج شنو سويت أنت ليش حطيت هذا الشرط أي أنه ما يكون متزوج فهذه الأمور تحتاجت هذه نعم الشيء الثاني اليوم إحنا يعني مع احترامنا للتحفظ في خصوص المرأة ما يخص الرعاية السكنية ما أنت حرمتها من الرعاية السكنية ولكن هي قاعد تأخذ من الزوج أو طليقها تأخذ اللي هو أجرة المسكن نعم فاليوم الله سبحانه وتعالى ما وفق في بين الزوج والزوج وصار الانفصال الزوج لا شك أنه هو بيروح يتزوج فأنت اليوم لما أنت أجبرت الزوج أو الطليق أنه هو يلتزم في سداد مسكن الأجرة لهذه الزوجة صار عليه عب مالي عب مالي أكيد في ناحية ثانية فدخلنا في مشكلة أخرى إحنا اليوم نسعى إلى يعني السعي للحصول على أدنى الحقوق إحنا ما قاعدنا نطالب يعني بعض المطالبات اللي حنا قاعدنا نشوفها المبالغ فيها اللي هي مخالفة للغانون إحنا نبي القانون طبغة بالطريقة السليمة الصحيحة شنو القوانين إحنا ذكرنا الحيوين أنتم تطمحون توصلون في القوانين وشنو القوانين التي بتعدلونها أريد أن أتكلم شوي بجانب إيجابي هل في قانون تحسنه فعلا يصب في مصلحة المرأة أنت تقول هذا فعلا القانون زين وفي صحف عند المرأة إحنا قلت لك إحنا لجنة ما أنا لا أسميها مخايدة إحنا لجنة قانونية محترمة يعني بحذافيرها نعم في بعض القوانين تصبح لصالح المرأة مثلا قانون الطفل المرأة الحامل المرضى المرضعة المرأة إجازة الوضع وإجازة الأمم وإحنا ما يصير أننا نقول ما فيه شيء لا فيه شيء لكن في بعض الأمور اللي أهم من هذه اللي الكل يحتاجها اللي الكل يحتاجها أننا نفعلها ونطبقها بالشكل السليم والصحي فهذا يعني الشيء يذكر يعني إحنا ما نبخص بعد بالمقابل نقول لا كل شيء موزين نعم وهذا شيء طبيعي أكيد فيه شيء فيه ناس بتمين لقانون وناس بتعدل على قانون ما رأيك بالناس اللي تقول لنا يعني الأمثل والأفضل في تمثيل المرأة واللي هو يحس فيها وبمشاكلها مرأة نفسها مع احترامي مو صحيح هالك و أنا يعني تعودت أني أقول الصدق وأقول اللي في قلبي و اللي أشوفه على أرض الواقع و ليس نقل لوجهة نظر أكثر ما ضر المرأة المرأة أهو أين نعم المرأة ضرت المرأة أين نعم لأنك أنت رجل في لتنة المرأة قلت بلتدي و شفت في عينك نعم و أنا مرة صرحت تصريح يعني دعم للمرأة يعني ما كان المفروض يكون منها أنا كان دعمي للمعلمات صراحة فدقت عليه تلفون شنو تابعي المعلمة معلمة تأخذ كادر قاعدة ببيتها هذا الكلام مو صحيح ما احترامي لها و رديت عليها رد بما يليق ب يعني اتهامها للمرأة فبعض الناس يعني حتى مرة أذكر واحدة كنا في أحد مكاتب الوزير ننطر الدخول فقالت أنت عضو لجلة المرأة قلت لي قالت المرأة حقها في البيت قالت لا أنت حقش بعد في البيت أنت تخليش في البيت فالمرأة الحمد لله عندنا نسان تشرف فيهم ونفتخر فيهم يعني فيه نساء تساند النساء وأيضا مثل ما تفضل هي دخلية خربت لكن أنا أشوف الأكثر يعني ردا على هذا السؤال مو صحيح لكن جميل أن نحن نشوف من أخواننا الرجال من يدعمون حقوق المرأة وقضايا المرأة واكفين ويساندونها يعني أنتم يمكن أملكم ووجودك أكيد أستاذ مجبل في هذه اللجنة أن طموحك مثل ما قلت نظرتك للمرأة هي بنهاية أم وأخت وزوجة وابنة إذن نتكلم عن القانون الكويتي بالنسبة لك من ناحية حكمك أن أنت رجل القانون وأيضا رجل أنصف القانون الكويتي المرأة في بعض النصوص القانون غير الأشياء لأنت أود أنها تتعدد أستاذ روان لكل عام نحن اليوم البعض مع الأسف وأنا لا ألومها لقلة وعيها القانوني يعني ما أن يصير حكم ضده أو ضد أحد من أقاربه أو أبناء أو أخوانه يعني مثل النفقة فيطلع هذا القانون الوضعي البعض مع الأسف ما يدري بالكلام الذي سيتفاجأ منه نعم كل قانون لأحوال الشخصية شرعي على مذهب الإمام مالك رحمه الله ولكن نحن في بعض الأمور يعني خلينا نتكلم بصراحة إحنا ليش اليوم نذهب إلى المحكمة يعني المرأة اليوم إذا طلبت الطلاق المرأة اللي مو زينة راح تطلق الزوج ما يبيها لكن في بعض الرجال يعني صراحة هو أخل في واجباته الزوجية يعني أب وعيال وأسرة مهمل في هذه الواجبات أو أن تستصعب العشرة معه فتبتدي الزوجة في طلب والطلاق وإحنا دائما ندعو أن نحل مشاكل الزوجية حتى لا يكون في طلاق تفكك أسري واجتماعي إرهاق المرفق القضائي سبب الفرقة بين الأهل ما يعني يتم هذا الطلاق فنسعى دائما إلى حل هذه المشكلة فالبعض يرى أنه صدر حكم ضده في أنه يعني أدي نفقة للزوجة والأبناء والخادمة وإجرة المسكن والسائق والاستغداء بالآخر هذين لعيالك هذين لأهلك أسرة أبن نبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيركم لأهلك أنا خيركم خيره لأهله وأنا خيركم لأهلي فاللي في خير حقها لا ليش تنطر أن المرأة تلجأ إلى المحكمة وتأخذ حقها في قوة القانون نعم قاعدين نشوف أن هناك ناس نوعا ما ساب مجبل لنا ما عندها هذه الثقة لما نحن نتكلم أن هناك لجنة للمرأة أو لجنة للطفل أو لجنة لحل قضاء هذه الثقة يقولك شنو بتسوي اللجنة أنا أقول لك أنا أولا ما أعلوم هذا اللي يقولها الحاجة أنا ما أعلوم لسببين أثنين الأول ومع احترامنا الشديد لجميع الناس استخدم كلمة الحقوق والحريات لشيء في نفسه لذرايع أهوية بها مثلا اليوم يطلع الشخص يقول لك أنا ناشط حقوقي وما احترمنا لك احنا ما نمنعك ولكن يبتدي يعني تحت مظلة هذه الحقوق في مطالبات أشياء مقززة للفطرة البشرية يعني كمان يطلب في يعني طلبات يرفضها الدستور والقانون وبالمناسبة أنا أحب أقول هذه الكلمة أن المطالبة بالحريات يجب أن تكون بالشيء المشروع هذا ما نص عليه دستور دولة الكويت يعني ما اليوم أنا بحط لي ما احترام للجميع بار وأقول هذا حريتي الشخصية بالشارع أنت خلفت القانون أنت اليوم تقول أنا بلد قانون أنا بلد دستور يجب أنك أنت تحترم هذا القانون ولا تخرج عن إطاره فاليوم الناس لما أنها ما تثغ في لجنة الطفل مع العلم أن الناس اليوم بدت تلجأ نحن حطينا إيميل وتليفون لتواصل مع أي موضوع يعني يتعلق في المرأة سواء كانت معنفة أو عندها مشكلة و عندنا لجنة و عندها استفسار مثلا عندنا في جمعية المحامين تطوعية يعني في بعض وكل محامي ندافع عنهم تطوع يعني هذا التطوع من قبل أيضا المحامي نعم هذا مجلس إدارة الحالي الله يعطيهم العافية هم يعني مشتهدين الأمانة يعني الواحد يقول قول الحق و بدأنا الحمد لله نطور من فعل أو أعمال هذه اللجان بما يصب لمصلحة المجتمع الكويتي و بما لا يعارض أو يخالف الغانون نعم في الختام سيد مجبل هل عندك كلمة أو رسالة حاب توجهها والله أنا أشكركم على الاستضافة شرفنا وأنا سعيد أني أكون بينكم وأتشرف بأنني أتكلم عن لجنة المرأة في جمعية المحامين الكويتية والله يعطيكم العافية الله يسلمكم و موفقين يا رب و إحنا يمكن فخورين أكثر بوجود يعني واحد من أخواننا الرجال في اللجنة تخص المرأة و تشيلونهم المرأة إن شاء الله يا ربي معين كلها هم و أكيد وجودكم معاهم و مساعدتكم بالنهاية أنتم أخوان و مثل ما تفضلت الرجل بالنهاية إذا كانت المرأة هي أم و أخة و زوجة و ابن فإذن الرجل أب و أخ و زوج و ابن فكل شكرا لك الأشهد مجبل شريكة على هذا اللقاء نتمنى لكم كل التوفيق يا ربي في هذه اللجنة شكرا على تشلع شكرا مشاهدين نطلع فاصل صغير و نرجع لكم بعد قليل